اشتركوا في القناة يمكن تواصلت مع اصدقاء في المغرب قالوا لي لجامعة الملكية تدخلت وإحنا اكثر وعيا من الكلام ده بصوا بقى اللي مكتوب اولا حطوا بتاع الجامعة الملكية المغربية بالمسمى بتاعها الفرنساوي والشعار وحطوا يعني فابريكو حتى العلامة الزرقة بتاعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قال لك تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استياءها من الأحداث التي طالت مباراة الأهل ونادي بيرامنز الذي يضم اللاعب المغربي محمد الشيبي وتستنكر الجمعية هنا بقت يعني على رأي صحفي صديق العزيز منصف اليسجي وهو راجل باحث مغربي وعي جدا ومثقف لما بعدت له دي يا منصف ده حصل صدر من الاتحاد قال لي يا راجل طب ما تشوف دليل الفابركة موجود بقول له قال لي هي اسمها الجامعة مش الجمعية احنا لو بيان رسم طلع مش هيغلط في نفسه فاسمه بقول لك وتستنكر الجمعية قال لي لا يمكن الجامعة الملكية المغربية لطلعت حاجة ولا لها انها تتدخل في شأن في مباراة مصرية بين فرقين مصريين حتى وان كان لعب مغربي مرة جمعية ده دليل الفابركة يعني حتى البعيد غبي او جاهل وبعدين بصوا يعني تخيلوا انه يتقال ان استياءها وان هي بتستنكر وان هي بتتشدد وان هي هتروح للفيفا قال لي لا يمكن نعمل كده لانهم الناس اكثر وعيا وعارفين انه ده لعب حتى وان كان محترف هو يمثل نديه ما يمثلش منتخب بلده فقال لك ما لناش الحق ان اتدخل في شأن داخلي وبعدين على رأي منصف اليازجي قال لي لو المسألة كده دول العالم تقطع علاقتها ببعضيها لان انت كل يوم فيه مطشاط وفيه مشاكل للعب المحترفين مع بعض اوروبا كلها منتشرة لعبتها في كل الدول لو الامر بهذا الشكل السخيف اللي نسب فيه قال ايه وتستنكر الجمعية ما حدث وسيتم تصعيد الامر الى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتعتبر الجمعية ان ما حدث هو اهانة للشعب المغربي بصوا بقى ايه الفرق بين ديت وبين المصيبة بتاع التونس يساءل الشعب المغربي الضرب في علاقة الشعب المصري بالشعب المغربي علاقة الاهل بالجماهير المغربية ايه علاقة لاعب بيلعب في الدور المصري اخطأ في حق لاعب مصري في مباراة في الدور المصري للاتحاد المغربي اللي هو علاقة والناس اكثر فهما ووعيا من الجهل بتاعكم ده ولا يمكن يوصلوا للتصعيد بالكلام السخيف او ده ما هو انت لو اعتبرت ان كل واحد حيفكر في جنسية اللي هو عبده عندما ينفع لتنين لعيبة ده وراء لان بالمقابل ما احنا بقى نقول ان المغرب اهانت الشعب المصري موما السلام في جمهير الاهل لما تقولهم انتوا قد كده اهو مثلا انبارح الشيبي ده سبب الازمة هوريكوا الصورة للرجل قال للجمهور الاهل انتوا قد كده ايه التقزيم والاشارة ده وبالمناسبة اللي قدت فين الحساب على دي شوف الصورة كده الشيبي هو بيشاور ان الاهل قد كده او جمهوره قد كده اللي هي سبب انطلاق المشكلة بقى سبب كل الازمة وسبب كل المشاكل بين اللاعب والجمهور ده لعب يخضع للقانون المصري ويخضع للايحة المسابعة المصرية هو قبل كده لما لعبت الزمالك مدوا اديهم على العالم علول تونس انتفضوا توزعلت الاهل قال للاخوة في تونس اطعوا الزمالك او روحوا اشتكوا الانتعاد الدولي ايه بقى ازاي الامور تصل بالفابراكا لهذا الحد ويتم تبني مثل هذه المفاهيم في الاعلام المصري ازاي يعني ازاي يتم السكوت بجد على علاقة جماهير مع بعضها وشعوب مع بعضها لا بصها ساذ ابراهيم ده موضوع ممنهج مش بالصدفة متكرر ممنهج مع المغرب مع السودان مع تونس ممنهج ان يطلع لك في ثانية جواب مزيب بهذا المنظر وش معنى الشيبي ده على طوب بالمناسبة يا جماعة الراجل ده مباراة بيرامدز والاسماعيلي استفاز محمد حسن لعب الاسماعيلي وبرضو شتمه الى درجة ان محمد حسن امضربه برجله واخد طرد هو ضرد اسلوبه فهو واضح ان اسلوب النواب بيستفز المنافس